النهاردة القوات البحرية بتحتفل بعدها السابع والخمسين هذه المناسبة بتمثل ذكرى إغراق المدمرة إيلات يوم 21 أكتوبر سنة 67 وده كان أول انتصار كبير للبحرية المصرية بعد حرب 67 طبعا الاحتفال ده بيفكرنا دايما بعزيمة رجال القوات البحرية اللي قدروا لهم يغيروا مصار الأحداث وقتها وكانت مقدمة لانتصار أكتوبر العظيم وما في شك أن البحرية المصرية من أعمدة الأمان اللي بتدافع عن حدودنا البحرية وبتحمي مصالحنا الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط ومع كل طبعا التحديات اللي بتحصل حوالينا سواء كانت إقليمية أو دولية وكمان التهديدات الجديدة اللي بتظهر الحقيقة أنه قواتنا المسلحة دايما في تطوير وتحديث مستمر وأيضا بكل تأكيد القوات البحرية دلوقتي بتشهد تطوير كبير جدا عشان تكون على أعلى مستوى من الجاهزية وبيتم تحدثها باستمرار سواء في الوحدات البحرية أو أساليب التدريب عشان تفضل قادرة أنها تحمي سواحلنا وتؤمن مصالحنا ده مش بس الحقيقة في البحر الأحمر أو البحر المتوسط لا ده القوات البحرية المصرية النهاردة بتشتغل على كل الاتجاهات الاستراتيجية ده بكل تأكيد بفضل الدعم الكبير اللي بتقدمه القيادة السياسية والجيش المصري عشان تفضل القوات البحرية في مصاف البحريات العالمية كمان البحرية المصرية واحدة من أقوى الأساطيل في المنطقة بفضل التطوير المستمر والتدريب كمان المتقدم اللي بتقوم به مش بس عشان تحمي حدودنا لكن كمان عشان تأمن ثرواتنا في البحرين الأحمر والمتوسط سواء كانت عمليات مكافحة الإرهاب أو تأمين خطوط الملاحة البحرية بتلعب دور كبير جدا في استقرار المنطقة فعلا عشان كده وإحنا بنحتفل بعيد القوات البحرية لازم نفتكر أن الانتصارات مش مجرد أحداث تاريخية دي بقت جزء من هوية الجيش المصري خصوصا القوات البحرية اللي بقت من أقوى البحرية في المنطقة بفضل التحديث المستمر في الأسلحة والتدريب زي ما كنا بنتكلم مع حضرته كمان البحرية بتقوم بمهمات إنسانية زي عمليات الإنقاذ ووقت الأزمات أو الكوارث في البحر يعني دور مهم جدا ومش بس دور حربي أو دفاعي لكن كمان دور إنساني في حالات الطوارئ وده بيظهر كمان قد إيه أو بيظهر قد إيه إحنا جهزين لأي تحدي ممكن يواجهنا عشان تواكب التطورات وتكون دايما مستعدة لأي موقف نهار ده القوات البحرية قادرة تحمي مش بس سواحلنا لكن كمان مصالحنا في كل الاتجاهات الاستراتيجية سواء كان في البحر الأحمر أو في البحر المتوسط وده بكل تأكيد بفضل التطور الكبير في المعدات والبنيات التحتية اللي بتخليها جاهزة لأي تحدي لحماية الأمن القوم المصري عشان تواكب التطورات وتكون مستعدة لأي موقف في أي وقت مرة تانية بنصبح على حضراتكم صباح الخير والسعادة عليكم صباح الخير يا مصر